وفي موضوع آخر ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 135 قتيلاً فيما يواصل عناصر الإسعاف في صالة المساعدات والمعدات ويعالج المصابون في المستشفيات بعد ثلاثة أيام من الكارثة هذا ووقع الزلزال قبيل منتصف ليل الاثنين على بعد حوالي 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين وأسفر هذا الزلزال عن سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ عام 2014 عندما أودت هزة أرضية بحياة أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد